مش دوني مش داونا داونا للكوميسا يا فالمعريف حي دوني الصماطي وكتفونا بيهم الله لا مش ديها ما نقدرش نعيط عليكم بشرة الحسن الثاني أرسل الأخ ديلي القدافي بعتونا لمهنبكا قالوا أنه الملك رغم ترجع ملاد وإلا قلت لوراني رغم دي للموند المالك قلت يقول لي هذا حمق في حالة فرح كبير أو في حالة شد قلق شديد فأنا من لي وانا عارفت قدية قلت هذا قلق شديد يعني هذا قلت في الحالة ما قال يتفضل أول دي بلس في الحسن قال آدم لهذا المديرين وقلت لك المسؤولين للمسارة في السجوس وسألني سؤال بما أنك بغيت يتعرفي التفاصيل أول مرة يعني كقصة سألني سؤال قال لي بدون مقدمات نحن كنا أتساعد واحدة قال لي بالحظ إذا إحتاجك وطنك هل يسوف يلقى فهمت أبنى سألني شات لي مباشرة لا فهمت الموضوع فهمت بالعكس أش قل قلت بأنه كينا نجنع إقليمية دي الانتخابات في العيون ربما مولاي مصطفى مغيرت منسلة للعيون وأنا نجو كيوم عالي الوزير كنت تتعرف الأب ديالي ومشيك ديالي كنت تعرف كنا كنا أكليح لكنا الوطن قبل النفس ولكن إلا إحتاجني الوطني بتلو أشمل فرق بيني وبين ذك الجندي اللي في رمال الصحراء منذ 1995 قلوا أي فرق بيننا في الوطنية قلوا ديالي شرف أننا نمشي في الصحراء يعني بحالة قلت مشي تغالط 100% يعني حسن نيار فبدأ يتبسل قال لي وطنك محتاجك عرف الدار بيضاء قلت له وكان قلت له أنا أبو لنصطفى أنا أدى قال لي هنا واحد سؤال قال لي تسمع أو تقرأ القادية ديالي في الدار بيضاء واحد القادية في محكمة الاستيناق وتعلقات يسموها القادية ديالتالت قلت له وتقرأ لها في الصحف ولكن ما هل يشي معلومات عليها إما تمشره الصحف لأن ذلك الساعة القادية كانت بدات كان تابت تبحث معها من طرف الدارك الملكي ومن بعد حاله على المحكمة على قادة التحقيق من بعد قال لي التحقيق أمر طبعا الاعتقاد دياله والبحث وتقدروا معه مع الأسف واحد رؤساء ومسؤولين أمني كبار اللي كانوا عندهم بياد فالو الجرائم وطبعا القضية يعني هذا والمعلومات اللي عندي يعني أمر تتعلق بجرائم أخلاقية بأنه شي خمسمئة كاصت كانت كساعة مصورة كل كاصت خمسمئة خمسمئة روح ثلاثة هي 1889 لجلس الخالي والشاد وهذا يعني كان شي كان يتير الانتباه والقليل هي أطار القادة مع الأسف الشديد في الأشكل الله هو أن أي بيت مغربي ولا خيف على رأسه ولا خيف على رأسه أنا أذكر ولازال أحد واحد القادي جاء عندي واحد سرية أثناء المحاكمة قال لي أستاذ أنا من النهار القادية دي وانا شو يقول لاش قال لي أن زوجتي مشتص صوت البصبور بعد درسي يعني كان مكري مليت تقضي الجواز دي الصفر لا بد بتي تدوز البحث عن طريق الاستعلامات العامة وهذا هو كان عميد ممتاز لإستعلامات العامة بلحيث هذه العامة لديها العين السباة كلها من رشوار من فدل العين السباة من روسي ممتاز كلها كانت تابعة للواحد صورة كبير وأي مرأة تريد تأخذ البصبور لا بالدخص تأخذ هذا هو وطبعا تأخذ الصورة قبل نتيج الميرث تبحث عليها ومتاز تأخذ الناس كل لأي واحد قال له مراته راني أو بنته أو خطيبته أو هذا ولا تأخذ هذا هنا من نجا هذا شعور دي المغاربة ودي العام بهذا القضية يعني يعني تيجي وتيشوفون معفوك الضحايا ثانيا مليتا تقول خمسمائة يعني مية وثمانطاش الكاسر وخمسمائة مرأة ومية وثمانطاش درباء في ثلاثة هي تقريبا ربعمائة ساعة يعني تصغل العدن يعني يعني يكون شويا جاربة مشي مشي جاربة عادية يعني مشي يمكن وماشي شخص عادي يعني مشي شخص عادي يعني 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 طبعا هاد القضية نتقرى الصحوف بحالي بحالة مع لي الوزير قال لي شوف هاد الناس له قدامك هادو زمال اذير قوضات قل لي يا بحالة لا الله يرحم واغنزيد علي التشع حاجة لأنا وقدار الحق وهذا كراجل أبني قال لي هاد الناس رجال يارتق لي وانا قديت 12 سنة في خدمتي جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله قال لي وعطاني الأمان للهات قال لي وكنت والي مسؤول سابق كلفاني بمهمات رسمية كن سفير يا جلالة الملك وانا الان على مقربة من القبر والتقاع قال لي هاد الناس بالرغم من حسن نية ديالهم هراه خووبيا مقربة وزيد العز لأنها أقرب المساعدين إليه يعني قال لي لقد تركوه وحيدا في الاقتلاء ولم ولم يريد ولم يريد أي أحد منهم أن يرشح قاديا قال لي لو كان الأمر يتعلق بترقية لوجدت العشرات لو كان الأمر يتعلق بسفارية خارج المغرب لأمر يتعلق بعشرات قال لي يا البارحة بأمر من جلالة الملك طالبت منهم أن يرشحوا لي وكيلا عاما يرافعوا في هذه القضية لأن النيابة العامة ربما التي كانت ترافع لم تنل رضا الوزير أو في إحدى الخارجات القانونية أو فأعطيتهم موعدا على الساعة العاشرة اليوم ولكن أي أحد منهم لم يريد أن يرشح أحدا خوفا من أن لا يكون ذلك الوكيل العام في مستوى المسئولية فيتحملون المسئولية ولكن أنا القرار قال لي عندي دبادي وقال لي من جلالة الملك يتبعها مباشرة فقال لي لا أريد أن أخرج بقف يعني احتل الرزانة باش غالي السمع والنج هذا قال لي رحمة الله عليه فقلت لهم سوف أرشح أحدا وسوف ألعب ورقة الشباب فإما سوف يكتب لي أن أخرج بشرف من وزارة العدل وأكون عند حسن ظن جلالة الملك وإما وإما قال لي هل أبنى أطلب الاعتذار من جلالة الملك وأقول له وهذه قال بالحرف فاش منزيد منقص إن ابنى بالعربي العلوي لم يكن عند حسن ظنكم لأنه لم يستطع تكوين وكيلا عاما للملك في المستوى الذي تطمحون إليه في قضية كبيرة قال وانا لازلت أتذكرها قال لكي نجل احتمالات حرك وقال لي ولم يناديني بالرياح قال نردي قال يستي نردي إما أن ننجح جميعا أنا وأنت وسوف نكون الاثنين قد رضي علينا جلالة الملك أما أنت فلا زال قدامك الشباب أما أنا في مبقاش لهذا قال لي يبحر أفضل الحظ إذا خسرنا فسوف أعتبر وأعترف لجلالة الملك إذن تنظن قال يفهمتي المهمة في هذه السحب حقيقة يعني ماذا زال شعير يعني كلما يعني يعني حقيق الإنسان كما يكون نوعه وكما يكون القادم ويشوفوا هذه حكم شخصية وطنية ضاقت مرارة السجن في الاستعمار وضاقت مرارة قوة لأنه يصطفى كان من جميلة مسائل بتقول لي قال تقول لي أنا في السجن أنا والوليد وتنشربوا أتاي وتنحيلوا منذ الغدن هذا الرجل الذي ضاق مرارة السجون وكان مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية لأول كان هو رئيس قسم الهونات والعمال في بداية استقلال ثم واليا للطار الغداء القبار ثم سفيرا لجلالة المدين ثم وزهيرا للعجل تقول لي أن المصير مرتبط المصير أنا لم أعد أرى مسألة قادية أو مسألة أنا أرى مستقبل معنويا لرجول في السبعينات من عمره يحملك هذه المسؤولية وقال لي بالحر رحمة الله عليك ولكن تعلم لأن هذه القضية سوف تجلب لك الكثير من المخاطر هذه القضية وأنا أعلم سوف تجلب لك الكثير من المخاطر وينزمك شجاعة أدبية وأخلاقية لقبول هذا العالم تصوري ما شهد مرضي الذي يحدثين بما أكداره الشاب عنده 33 أو 35 سنة حمسة و 30 سنة 35 سنة ويرمع عليك بهذا الثقن إن عربنا الأمنة على السماوات والأرض فأبين أن يحمل الله وحملها الإنسان لو كان جهونا كفور حقيقة كان اليوم أتشكرك شكرا جزيلا لأنني من خلال هذه القضية أرجعتني تنعيشها وكأنها من أمس لأنها من لحظة الخالي تنشكرك لأنه عن برشي صحفي تنعطيهم لأن هذه مسائل القضية لقالوا قضية القرن فهي طبعا تنروح لي أنا قبل قضية تابيت كنت شخصا وبعد أصبحت مرحلة أطرت عليها بزاف في حياتي الشخصية والعائلية والاجتماعية وكما كانت يقول فيكتور ريغو هو من الشعراء وكتب لي كتبت عليهم يعني وغلت نقول لك بأن لدي مسألة الشاب الروحي وطبعا الروح كما قال فيكتور ريغو هي العصفور الوحيد الروحية بس نوازو الذي يحتفظ بقفصه أنا مربو القضية تابيت وليتنعيش بحر القفص من بعد لأن مباشرة 93 من 93 بعد أولا ببقيت تسكن في الدار دي لي بوحي وليتنعيش وزوجتي وأبنائي الصغار وليدتي ولكن معنا أربعا دي الحراسة داخل البنزيل وخارجة لمدتي ما شلسا تانيا وليك هذا بالمكتب تسيد وزير لدي ف قال لي هالقبيل هالقبيل ماذا تفكري ماذا تفكري واذا قال لي غاد يقول لك تدافع الوطني غاد تفكري أنا أنا كشخصية دي مولا مصطفا كما يعني مولا مصطفا عشرت من 83 مليون وزير إلى تدخل المستشفى وكنت على جانب مع للا خليجة الله رحمه ومع البانات دياله ومع الأقارب دياله كنت كل يوم يعني كنت في المشفى ديال الشيخ زيد يعني حتى توفى يعني كنت دائما يعني يعني هذه الفترة كلها يعني بقيت ملازم له لأنه هذا الرجل كان يقدر يديرها يعني إما كان أنا أنا تنتصور لو أنا مثلا ما قبلش أو ما قبلش الوشيقها دي ونه ما قبلش الوشيقها دي اللي بغي هو كان يقدر يقدر يقدم السيقاته بسهولة بسهولة وليمسطفى كان رجل مواقف واتش أنا ما تقولوش أنا 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 أعير واحد راوية بسيط جدا بالنسبة للناس بالنسبة للسي عبد الرحمة اللي وصفية الله يرحمه بالنسبة للأحردان وبنسبة الكريم العمراني وبنسبة للشخصيات اللي في المساوى ديال اللي عاشر اللي يعني يعني هذا شخصية يعني لو كان هذا خسو يديره أنا ستاتيو فلتي ويدا وحد ستاتيو يستاتيو يديره هاد يه يديره يعني ولكن كان الغريب أننا عيطنا علوه في الذكرى الخمسينية وأنا اللي ادخلت شخصيا بطلبين من رئيس المجلس على أنا داك قال لي باش يعني أنا نكون شي في الذكرى الخمسينية وكانت مناسبة لتكريمه على صعيد وطني فرفض كان يرفض حتى التكريم ايه راجل من وحد الطين أخر إذا قطل أمريم ستافى أنا رأينا إشارة وطني ومالكي ووزيري يعني أنا رأي إشارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر